نحن ربما موضوع شوي بعيد عن الجلسة اليوم بس هو بتعلق فيها صراحة أحيانا كتير فيه شي اسمه اختلاط طبي فيه شي اسمه خطأ طبي الاختلاط هو انه انت مثل ما قلت احصائيا حيوقع عن نسبة من الحالات حيصير فيها حتتطلع نتائج سيئة ما تعجب المريض ولا تعجب الطبيب أصلا بس الطبيب ما بديه متوقع حدوثها عرفان انه ممكن تصير هو مفروض منه يبلغ المريض قبل ما يعمل العملية او الدواء انه ممكن صير اثار جانبية او اثار سلبية نحن ما بدنا اياها بس لو صارت نحن نكون جاهزين لالها فهذا اسمه الاختلاط الطبي بينما الخطأ الطبي انه انت سبب الاهمال او التأثير او يعني هاي اشعة الحالات مرة تانية صعب طبيب بشكل مقصود انه يعمل الازى للمريض يعني هذا شي صعب تتقبلوا به هذا الايام هذه ففرق بين الخطأ المقصود او الاهمال اللي بينتوج عنه الخطأ ما حدا ما حدا بيتقبله عن الاختلاط الطبيب فاثباته صراحة بالمحكمة شوي او حتى بالاخلاقية شوي صعب بس بالحالتين هو الضرر واقع مع هيك مع هيك طلال يعني حتى بالاختلاطات اللي الطبيب هو ما له فعل فيها ولكن اذا انت تعرف انه اجرائك يعني غالبا رح ينتوج عنه اختلاط وانت شبه متأكد من هذه الشي فهون كمان في عندك مجال للمناورة ومجال للمقاشك طيب هون معناته على الحالة انه لما تطبق مع علاج معياري يعني لو جبنا 100 طبيب معظمان هيطبقوه نفسه هيعطوه هذا الدواء لهذا المريض رغم انه بيعرفوا انه فيه اثار جانبية يعني حبة الاسبرين نفسه اللي كل الناس تحتاج بايبي اسبرين ممكن سبب نزف المعدة وحيانا بيكون نزف خطير صراحة وهذا اثر جانبي متوقع عند بعض المرضى ورغم هذا الشي لو جبت هلأ ما بديقول 100 ألف طبيب مليون طبيب وعنده المريض عنده جلطة بقلبه هيعطوه حبة الاسبرين هذه رغم انه بيعرفوا انه فيه نسبة من هدول المرضى قليلة كتير هيصير معهم نزف فهذا مسمي الاختلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر